يهود بانو قينقاع من أشجع يهود المدينة كلهم صاحب سلاح كلهم شجعان آذوا رسول الله كثيرا منه ما أخرجه أبو داود وغيره بسنده وصححه ابن حجر قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه كان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدمها رسول الله يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى فأمر الله نبيه بالصبر وبالعفو عنهم وفيهم أنزل الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا مرة يقول للنبي السام عليك يا محمد يعني الهلاك مرة يقولوا راعنا ويحملونها على المعنى السيء يعني يا أرعن يا أحمق أو راعنا يعني يا راعي وكانوا إذا خلوا ببعضهم يضحكون يقولون راعين أصبح هادينا آذوه كثيرا صلى الله عليه وسلم عاهدهم وغضروا ونقدوا ولما رأى يهود المدينة أن الله نصر النبي على كفار مكة نصرا عزيزا مؤزرا في غزوة بدر اغطافت قلوبهم وجاهروا بالحسد وبالبغي وكان أعظمهم حقدا وشرا يهود بني قينقاع الذين كانوا يسكنون المدينة في حي باسمهم حي بني قينقاع وكانوا صاغة وبعضهم يعمل بالحدادة وصناعة الأواني ولأجل هذه الحرف توفر السلاح في كل بيت من بيوتهم وكان عدد المقاتلين منهم سبعماء وكانوا من أشجع يهود المدينة وهم أول من نقض العهد مع النبي من يهود المدينة جمعهم رسول الله بعد غزوة بدر في سوقهم ونصحهم ودعاهم للإسلام وأمرهم أن يكفوا أذاهم عنه وعن المسلمين وحذرهم أن يصيبهم ما أصاب قريشا في بدر فلم يبالوا وردوا بقمة الصلف والكبر والغطرصة يا محمد لا يغرنك أنك قاتلت أغمار لا علم لهم بالحرب ولا بالقتال أما والله لئن قاتلناك فسترى أن نحن الناس فصبر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت الفعل الخسيسة من أفعالهم موسيقى